استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإكذبية اليوم سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي أطلع سموه على عدد من مشاريع تطوير الطرق والشوارع الرئيسية في المملكة ومن بينها شارع الفاتح وخذل اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تجري عمليات تطوير الطرق والشوارع الرئيسية وفق أعلى مستويات الجودة بالشكل الذي يضمن سيابية وسهولة الحركة المرورية ويراعي احتياجات السكانية والاستثمارية مستقبلا وأكد سموه حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة لا سيما في قطاعات الطرق والشوارع والجسور بالشكل الذي يوفر أسباب الراحة للمواطنين والمقيمين والوافدين في تنقلاتهم وقضاء مصالحهم ويخدم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات ونوه سموه بالجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في أعمال الصيانة والتطوير لمختلف المرافق ذات العلاقة بقطاع الطرق والشوارع حثا سموه على تسريع العمل على إنجاز المشاريع القائمة في أقصى وقت ممكن وبالشكل الذي لا يؤثر في سير حياة المواطنين والمقيمين وقد طلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الإجراءات التي شرعت الوزارة في اتخاذها لتنفيذ مشروع تطوير الشارع الفاتح لأربعة مسارات وكذلك الإجراءات التي ستتخذ في حال الانتهاء من الإجراءات التمهيدية بتأهيل المقاولين والشركات الاستشارية وأعداد وثائق المناقصات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ويتضمن المشروع إنشاء نفق أسفل تقاطع فندق الخليج وإنشاء جسر علويا للمرور القادم من جهة الشمال على شارع الفاتح والمتجه إلى شارع الأمير سعود الفيصل بالإضافة إلى زيادة عدد المسارات في كلا الاتجاهين على نفس الشارع إلى أربعة مسارات مع توفير جسر علويا للدوران العكسي عند تقاطع شارع الفاتح مع شارع طرفة بن العبد والمشروع ممول من الصندوق السعودي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الدعم الخليجي وسيتم طرحه في مناقصة عامة بعد الانتهاء من إجراءات تأهيل المقاولين المنفذين بالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية ومجلس المناقصات والمزايدات من جانبه رفع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو رئيس الوزراء الموقر على اهتمام سموه ودعمه المستمر للوزارة للارتقاء بالبنية التحتية وتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الوزارة وأكد أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تم الانتهاء من أعمال التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات حيث سيتم البدء في تأهيل المقاولين لتنفيذ المشروع اشتركوا في القناة